اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالمحهد العالي للفنون المصرحية مستل واخرج في المصرح والسينما والتلفزيون والازع ليترك بصماته واضحة على تاريخ الفن المصري وعلى الرغم من عدم نيله للبطولة المطلقة الا ان ادواره وطريقة ادائه قد نجحت دائما في افارة انتباه الجماهير والنقاد على حد سوى ادواره السينمائية لا تنسى حتى لا يطير الدخن ثوزية البرجوازية المعظفون في الارض وغيرها من الافلام التي لا تنسى وادوار تلفزيونية لا تقل عنها قوة انا وانت وبابا في المشمش غاضبون وغاضبات الفرسان ليالي الحلمية هزيني بركات انه الاستاذ الكبير الدكتور سانا شافع اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية زي ما قلت لكم ان الاسرة اللي معانا النهاردة هي اسرة فنية متميزة جدا يعني لما يكون معانا عميد اصبق لمعهد الفنون المصرحية ممثل في كل المجالات الفنية ممثل قدير له ادواره البارزة اللي بيصيب علامة فيها في المصرح في السينما في التلفزيون في الازاعة وما اكتفاش بالتمثيل ولكن الاخراج ايضا الدكتور سانا شافع مشرفنا النهاردة ومنورنا اهلا بيك ومعانا الاستاذة مجدى حافز يعني مش بعيدة عن الفن زي ما قلت يا اسرة فنية هي بتضرب بليه حاليا وخرجت مع البليه اهلا بيك دايما عندي سؤال بسأله في الاول بحب ارجع بيكم بقى لاول لقاء ويمكن اول نظرة بينكم واول تعارف كان فين وازاي واكيد انت فاكر طبعا يعني حضرتك فاكر سؤال دا موجه ليه ولا موجه ليه لقيته لاثنينة انا اعتقد ان هو يوجه ليه هي اول احسن انا اعرف وانا عندي ثمان سنين ثمان سنين ثمان سنين ازاي بقى كانت ميسة دفعتي في البالية كان متجاوز ناهد جبر الفنانة طبعا كبيرة ناهد جبر وميسة بنتها فكانت دفعتي فكنا بنروح دايما ابات عندها وساعدتي جيبات عندي وكده فكت عرفه انكل سناء بس ما عرفش حاجة غير نمشي كده وخلص ما عرفش حاجة خالص انكل سناء فكتة انكل سناء يعني تحول بس ازاي ده حصل بنا فانا قاعدة في نادي نقابة في مهن التمثيلية فانا قاعدة لقيته انا معدية كان ايه ابتدى يعني حاجة كده ما عجبتنيش يعني 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 لا معاكسة بشياكة فما ده بعد سنة بقى حصل موقف تاني برضو هم موقفين بس قاعدة انا وزميلة لينا اسمها ناديا شكري الفنانة طبعا ايه طب قاعدة انا وهي في نادي النقابة بنلعب طولة فلقيت وانا ايمة لقيته بينادي علي كانش في حاجة خالص يعني بينادي علي قال لي ممكن ثانية واحدة قلت له تفضل فقال لي كان الفجر بيدن قال لي بحق هذا الادان انا عايزة جوزك فجأة انا مفيش لا ده نعايزي تفسير من الدكتور سناء يعني قال لي أنا مش عايز راب ده نعايزي تفسير يا دكتور سناء ازاي ده كانت تاني مقابلة وأول مقابلة كانت من سنة كانت تاني مقابلة الحقيقة ده حب من أول نظرة لا هو يعني عارفة يعني ممكن هو الإنسان لا يكبر عن المشاعر أبدا يعني ده يقيني بس أنا كان مرت في حياتي الظروف كثيرة ويعني فكانت تلك الظروف خلتني يعني مش عايز أستمر في في ظروف شخصية حبيت تخرج منها يعني عارفة إيه ملت كثيرا للاستقرار يعني فشغلت موخي كويس أنا النادي ده ما كنتش بروحه أبدا يعني كنت بروحه كده مرة كل ستة شهر مرة كل سنة أما مرتين بس اللي شفته ده القدر مرتين كنت ده في السنة اللي بتعكي عليهم مجد اللي أنا رحت فيه فهي لما قلت لي كلام ده رجعت بذاكرتي يعني وحسيت يعني بالخبرة يعني طبعا وبالإحساس بالاستقرار إنها جزء جيد في إن الواحد يبصله بتعقل ويسعى في الاستقرار ويشوف إيه الحكاية يعني بدأ الموضوع نقدر نقول عاقلاني طبعا أكيد عاقلاني لك حزبتك بالنسبة لنا وإنت حزبتك هنسمع حزبتك بالنسبة لنا كانت ليا الحزبة يمكن الحزبة إيه جابه يعني حزبة في في سبيل الاستقرار في سبيل إن الواحد يعني يبدأ يشوف إيه المسألة حتى هي ساعتها قلت لي على فكرة أنا يعني بعدها بتاني يوم في التليفون مالو حاجة قالت لي يعني أنا عندي خمس خمس ولاد عندها خمس أطفال خمس أطفال طب ده ما خلقش توقفت فقل ساعة ساعة أنا متجاوز مجدد دولة 11 سنة وحاجنا من سنتين أو 3 سنة ما شاء الله لقيت والولاد اللي موجودين كانوا من 3 سنين لـ 11 سنة أقلهم كانت 3 سنين يعني سن صعب جدا من 3 سنين لـ 11 سنة أعمار صعب جدا كانت في أولا ساناوي أفتكر صارة فالمهم يعني قالت لي خمس أطفال قلت لها بص أطفال قلت لها والله لما يبقى معاك 100 يعني ما فيش مشكلة عندي عندي مشكلتين أنت تقولي أني فرق السن كبير وغير ممكن أني إحنا ممكنناتنا لأننا تعلاقا فأديك تعظيم سلام وكأن شيء ما حصلش يعني أو تقولي أني بالتأكيد أنت مش هتقدر مشاعرك تتحرك بالنسبة لي ثيبة وكي برضو لكن غير كده أنا ما عنديش مشكلة أنا جوزتها 16 يوم على فكرة ده زمن قياسي 16 يوم بالضبط وحصل جوازات كتير قبلها كان أهلي عرفوا سناء اتجاوز سناء طلق أنا من عائلة في الصعيد كده يعني شوية صعبة حبتين يعني فسناء اتجاوز سناء طلق ما كنتش بشغل حد أبدا بأموري يعني مع مجد أصريتي يعني طبعا الولد كانت وفا أو الولد كانت توفت يعني فأصريت أن أنا أجاوزها في وسط عائلتي فأجاوزتها في وسط إخوات البنات لكنين وعائلتي يعني فهما كانوا مستعجلين أن دي أول جوازة تتم فيه شكل أسري بشهود دكتور سناء لا بشهد لك بالصراحة يعني إحنا لسه بدقين حلقة من حاجة بسيطة بتكلموا أنتها الصراحة أه طبعا معناكش أي مشكلة بتعترف أنك تليك تجارب كتير ويمكن دي التجربة اللي كانت يمكن رسمية أنا يمكن إذا كنت أنا محبوب بالنسبة للناس فإن الناس مصدقاني فحتى لما أجي أعمل انترفيو أو أخاطبهم من خلال تلفزيوني المصري بتاعي ما أعتقدش أن أنا أتخلى عن حبهم لها في أن أنا أقول أشياء مش مضبطة أو أشياء ما تتصدقش أو أخبي ليه لأن أشياء ما تستخباش أنا لاحظت حاجة كمان برضو أحب أن أنا نقلها لجمهورك المعتز بي وأكد حبك للجمهور المصري وحضرتك تتكلم عن ولاد الأستاذة مجدة يعني تتكلم الأولادي أو أولادي وقبتني أنا عايزة أتكلم عنهم لأن أولادي لأن طبعا في مشاكل كسيرة جدا يعني بالتم مشاكل كسيرة جدا أن هي تقدر تتكلم عنها مشاكل أسرية اللي موجودة لها محقولة أنا شخصيا بعتز بيها الجامل لما تقعد في وسط الناس تقول الحقيقة يعني سناء أب وأنا بالنسبة لولادي مرات الأب يعني دي المشاكل اللي بيني وبينها فيش مشاكل بينه بيبقى ولد واحد أو اتنين بيمثلوا مشكلة بالنسبة للأم هي عندها ستة أنت مشاكلة ستة يعني أنا خمسة هي أه 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 حضرتك كستادس لا 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 عندي مايا عندي مايا رقم ستة بالنسبة لأ أختهم الكبيرة أخت الخمسة كبيرة أعتبرهم أربع بنات وولدين أي أي طب يعني بكيبقى مشكلة فست ولاد هنا يعني قدرت ازاي يعني أكيد انت لعبت دور وطبعا دور كبير للدكتور سناء أنه هو يستوعب الولاد بمشاكله وفي سن صعب قوي فهنا انتو تعاملت أنا ما عنديش إحساس على الإطلاق لأنه مش ولادي على الإطلاق أي يعني 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 حكاية جزر الأم دي مش موجودة عندي نهائيا ولا عندي خالص يعني نهائيا يعني يعني مش موجودة يعني مش كلام لكن مش موجودة وفي نفس الوقت انت برضو أي تعامل لي مع الولاد انت كأنه أبوهم انت مش واخد حاجة بحسينك لا خالص هو ساعات لما يعود مثلا يقول لي أنا مش حاسس إن أنا مش أبوهم أنا الجملة بحسانها غريبة مش عايزة أسمعها الولاد بالنسبة لي يعني أنا فاكر أن عمر كان ثلاث سنين وعلي كان أربع سنين وبعدين تمشي لغاية حداشر سنة أي أو أو اتناشر تقريبا كده فكانوا كلهم في سن متقارب حتى الآن هم في سن متقارب فنعشت معهم هذا السن المتقارب حتى الآن أي وكل ما بيكبروا بقى كمان مسؤولياتهم بزيد ومشاكلهم والواحد بيعتقد إن إيه إن هو في السن الصغير يعني أنا عندي عندي مايا خلاصت الجامعة الأمريكية مثلا بقالها سنتين ثلاثة أي وصار خلاصت بلا سنتين ثلاثة باكالوريوس مع السن وإيمي دلوقتي في باكالوريوس مع دلبل كنت أعتقد إن لما بيخلصوا تعليمهم حتى الأساسي تعل باكالوريوس إن المسألة خلفك لكن اتضح إن المسألة على طول في زيادة في المسؤولية أقول لك حاجة يعني إن لغاية لما يتجوزوا كمان وبعد ما يتجوزوا المشاكل بتختلف بس وتجبر على فكرة أنا مبشركم بس أنا لإني صعيدي فواخد على الدوار الكبير واخد على البيت الكبير فأنا كان عندي بيت اللي هو بيت كان مجلة أساسة وخدت جنبي بيت تاني يعني شقة أخرى فبقوا في مساحة يعني حوالي ربعمائة وعشرين متر على أساس إن كل ولد أو بنت يبقى له غرفة أو غرفة آه بما فيهم مايا على أساس إن شاء الله إن شاء الله بعد حتى كمان مسلمهم لأزواجهم أو زوجتهم يعني ويحبوا إن هما يقول ما يبقاش في مشكلة إن هما ينزلوا إحنا كمصريين لحلم كل أب وإن هو يعيبني لولاده ونفس المكان يعني هما ييجوا ويعودوا بولادهم ده إذا ربنا داني العمر إن شاء الله إن شاء الله ويبقوا عادين وما يضطرواش إن هما يمشوا يعني طيب أنا أنا يعني ده المناخ أي عايزة أسمع أكتر عن عن جزء ده الاجتماعي وهو ده برنامينا وعايزة أتكلم عن الولاد أكتر ودراستهم حرجع كان بس عايزة بقى أكيد المشاهد متشوق إن هو يسترجع معنا وقعدت أفكر أبدأ من آخر أعمال لك في رمضان اللي فات لأنها أعمال جميلة ولا أبدأ نفتكر مع بعض البدايات في الأدوار المميزة أدوارك كلها جميلة بس في أدوار حب أن أنا بجد أتكلم عنها زي حتى لا يطير الدقان أي يعني ده وفوزها البرجوازية الدورين دول أي ربنا هما أدام لكن أنا مش نسيهم وأكيد مشاهدين كتير ودورك كان فيهم مش مفاجأة كان صادم شوية للمجتمع يعني مش مش للعادي مش دور عادي هو مفترض ده هو مفترض إن إحنا نشتغل صادمين علشان نوري السلبيات بشكل إيجابي يعني كيف نطلع المتفرج والواقع الاجتماعي المصري على تلك المصادمات في الأشياء السلبية الموجودة عنده التي يشاهدها أو اللي هو بيعيشها في المجتمع بتاعه تحولت إيه فجأة من اسمحي يقول سناء شافع بقى من غير القبل سناء شافع القبل لدكتور سناء في ثانية دلوقتي هلو عربية هلو عربية يعني هو شوف حضرتك يعني هي سمحيني دي شغلتي أي يعني شغلتي إن أنا أداري صح شغلتي إن أنا أمثل صح شغلتي إن أنا عيش صح شغلتي إن أنا أخرك صح شغلتي إن أنا يبقى إليها رسالة اجتماعية صح سواء في في شغلي سواء في أسرتي سواء في بيتي أي يعني يعني موجودين في الحياة في مصر من أجل تطويرها إلى ما هو أفضل عن طريق الصح من خلال شغلنا من خلال فكرنا من خلال متبرتنا دايما يا رب طب أنا عشان ما سيبش حتى لأيطير الدخل إن أنا عايز أعرض يعني منه جزء يعني الوقت اللي أنت طلعته في الشخصية دي كان الناس بتصدق لما تلاقي شرير تكرهه فعلا في الحقيقة دلوقتي الوعي اختلف طبعا ما ترددتش خالص إنت ما حصل لكش أي تردد لما عرضوا عليك أنا هقول حضرتك على حاجة سؤال حقيقي جميل في إيه المفترض إن سناء شافع يمثل دور في حالة كذا يعني سناء شافع بيمثل شخصية كذا الرؤوف ده ولا بتاع رؤوف ده في حتى لا يطير الدخان المتفرج إذا إنت افتكرت إنك إنت تقدر تتحكي عليه لا يمكن شوفي كموزيعة كممثلة في كافة الفروع وكافة المناعي قلقيت في تكري المصري ده صاحب سبعة تلاف عام تستطيع إنك إنت تتحكي عليه أبدا ده رقم واحد رقم اتنين الشاشة بالتحديد الشاشة يمكن ما صح عشان شوية بيبقى بعيد عن المتفرج كده يجيب عشر خمستاشر متر ولا بتاع ولا حاجة فإيه بيبقى يعني اطلاع اطلاع المتفرج على الممثل يمكن يبقى يقال شوية من الشاشة اللي قدامه الشاشة دي ما تبص فيها تقدر تعرف ده ابني ناس ولا لا ده متعلم قد ايه ده نفسيته سودة ولا نفسيته بيض ده حقود ولا غير حقود ده كذاب ولا مش كذاب ده نصاب ولا مش نصاب كل العبر اللي موجودة في الشخصية تستطيع انك انت تعرف فيها حتى لو انت معرفتهاش بوعيك الكامل بحسك اللي موجود فأنا اللي هو الممثل مثلا بالنسبة لشاشة الدراما او شاشة السينما اول ما ينجح نجاح مباشر في ان هو يتقال عليه المتفرج يقدر يفرق بين سناء شافع اللي يسمع عنه او يعرفه وبين الدور اللي هو بيقديه يبقى الممثل نجح وبناء عليه كتير مثلا يعني الناس تحب الدور تحب تتفرج على الدور تحس انك اجدت في لانه ضد طبيعتك فمتحبك تكره الشخصية ممكن او تعمل عملية نقد للشخصية جيد ويحبه الشخص نفسه اي يعني يعني يبقوا عارفين ان الشخص نفسه بيقدم لهم الدور ده بيقدم بيقدمه لهم يعني يعني زي ما كلنا بنحب محمود المليجي وتوفيق الدقن رغم ادوار الشر احنا حسين انه عملاق تمثيل لان عارفين انه توفيق لانهم بيفهموا يعني 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 الممثل لازم يفهم جيدا هو بيعمل ايه عشان يقدر يوصلوا المتفرج ايه رأيكم نسترجع مع بعض مشاهد من حتى لا يطير الدخان ونرجع نستكمل حديثنا مع الدكتور سناج اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية دلوقتي ننتقل بحادثنا من الدكتور سناء شافع وبعد ما شفنا حتى لا يطير الدخان ورقوف نروح بقى لأستاذة مجدى وفن برضو على فكرة نوع تاني من الفنون البالي حضريكو تتبت بدرقصي بالي وبعدين ماكملتيش حسب معلومات حضريك قلتها سافرت بعد ما خلصت سافرت قعدت عشر سنين رجعت بقى اتجوزت وخلفت وبعد ما حصل ان زوجي توفى ابتدت انزل اشتغل فروحت اكتاع الاستعراضي موظفة دلوقتي هناك بدرب بالي مش عشان يرقصوا باليه بس عشان ياخدوا الستايل الايد الوش تمهيد يعني ياخدوا استايل كويس وتمهيد هي فرق التحت التمنتاشر من السن الصغير للسن التمنتاشر بيروحوا بعد كده فرق تريده والفرق القومية والاستعراضية كده طيب اي حد بي عنده حلم وقطع شرط كبير فيه وصرف عليه من وقته ومن مجهود بيزعل او بيندم انه مكملش فيه ما عنديكش الندم ده لا انا طبعا بحب البالي جدا ما كنتش متخيلة في يوم من الايام ان انا مش هواصل لاني كنت فيه شطرة جدا وانا دلوقتي بعمل ده مع ولادي عندي اربعة في البالي بنتين ولدين وعيزاهم يكملوا وعيزاهم يكملوا ويوصلوا الاعلى درجات العلم في الاكاديمية ليه عندنا في مصر لغاية دلوقتي رأى المفروض ان احنا تقدمنا والدنيا تغيرت وعينا اختلف لكن برضو مش اي حد بيودي ولاده البالي بيبقى فيه تحفظات كتير بيفكر فيها اولا نظرة المجتمع ثانيا انا ابني حيبقى ايه يعني ما هو البالي ده مرتبط بسن معين طب يعمل ايه بعد كده غير ان انت لازم تخلي مدرسة البالي كأنها مدرسة داخلية يعني مدرسة مخصوصة البالي لازم من ابتدائي لازم من ابتدائي بيوصلوا لحد سنوي ايه وبعد كده بيكملوا عالي انت ما فكرتش في كل ده لا انا ما فكرتش انا اللي فكرت فيه بس ان يخلي ولادي يكمله لكن انا بالنسبة لي ظروفي ده غيرت السفر طبعا هو اللي خادني وانا اصلا بحب السفر والمفروض ان كنت هستمر فيه ناس سفرت من المعهد والحد دلوقتي هناك واستقروا هناك وتجاوزوا هناك في كذا بلد يعني مش بلد واحدة بلية الناس تقول لنفسها ليه الناس بترقص عموما او ليه الناس ترقص بلية هل هو مفيد للانسانية يفيد البشرية بايه ويفيد الانسانية ترود يتقول لها هو من احسن من احسن امور اللي حصل اللي حصلت في مصر وبالنسبة للثقافة المصرية قرار انشاء معهد البله بالعظيم جدا 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 صورت عكاشة طبعا قبل روحي بتاعنا جميعا وتأسيس معهد البله ان يؤسس هذا الفن الراقي جدا جدا على المستوى العالمي في مصر كانت من اهم الخطوات اللي موجودة في سبيل تنظيف الوجدان المصري وتطويره ودفع به الى الامام ودفع المجتمع كله لان التفريغ ما تنسيش ان حتى يعني البلاء في الصور العالمية اللي موجودة اساسها اللوحات الفرعونية اللي موجودة يعني واللوحات الفرعونية اللي موجودة الرأس ده مش تنفيس عن النفس بس لكن تقص من التقوص الدينية والتقرب الى الى صاحب العزة حتى قبل ان يكون قبل التعارف على صاحب العزة من الاديان السماوية اللي موجودة نظرة المجتمع نعم للفنون عموما خصوصا لما يكون الفن دراقص خصوصا لما يكون بنلبس له زي معين حضرتك طبعا فهم والأراء والطيارات المختلفة والاعتبارات الاخرى اللي انا قلتها اللي بعض الناس بتاخدها في العزة اقول لحضرتك على حاجة في فرق بين مراعاة وضرورة مراعاة الثقافة المصرية والهوية المصرية في الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية بشكل أساسي وبين حرية الإبداع الفوضى يعني ايه يعني انها اه نبسه معين بتوع البلايه ويعمله بحورة البجع ومش عارف ايه اذا انت سبت الشكل الجمالي اللي موجود و ممشتيش في التسامي هذا الفن وفلسفته مظبوط يبقى ما بيتعملشه مظبوط اذا خطف عينك يبقى ضد اول ما يبقى ضد عينك اول ما تحسي انه ده ضد عينك يبقى معمول وحش لان لو معمول جيد اللي يقول يقول طب ايه رأيكم بعد الكلام ده الجميل ده نشوف فقرة عن البلايه برضو يا ليه ونرجع نكمل حوالي يا ليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رمضان اللي فاتت ما شاء الله كان نشاط غير عادي انا معرفش كنت بتشوفيه في البيت ولا لأ انا كان اربع اعمال تقريبا انا كنت معاه بره مش كنت معاه في اللوكيشن تصويق ايو ايو حلوة دي برضو فكرة عشان تعرفت شوفيه ايو فكان بقيه اربع اعمال الميزان والخيسر ممكن قابل حتى الاعمال بتاع تراموضان مجده يعني بقى لها معايا دلوقتي حداشر سنة لكن الحكاية مش حكاية السنين يعني هو طبعا ما سبق منزيجات يمكن ما حصلش الرقم ده في السنين لكن بصرف النظر انا كان بالنسبة لي البيت للنوم زمان يعني ايام الشقاوة زمان زمان يعني ما قبل مجد على طول كان الجواز بالنسبة لي النوم في البيت ودفع المطلوب مني ماديا يعني والزوجيات قوم بكل شيء وخلاص سنتين اي لكن مع مجده ال 11 سنة يمكن 1000 سنة لسبب واحد ان هي ما بتروحش معايا في مكان على الاطلاق غير محاضرات المعدة على الفنو مصحيح هو للمكان الوحيد مش بتروح لا المحاضرة نفسها اا يعني المحاضرة نفسها هي دي اللي ما بيجيهش اي فقط يعني حتى الامتحانات لانها مشاريع عملي على المصر بتبقى موجود اي بتشوفها يعني اي تصوير في كل مكان بقى تتخيالي موجود فانا معاها 24 ساعة 48 ساعة من 24 ساعة دا اعايد اعرف السر سببه مثلا ممكن يكون في غيرة على الدكتور سناء لا هي مش غيرة طلب من دكتور سناء ولا ايه بقى لا يعني انا اصلا بحب اه ابقى متواجدة مع جوزي لقيت هو مستقبل دوت وحابب ده فيا سلام انا يعني الحاجة اللي انا طلباها متوفرة عنده ايه فمن ساعة ما تجاوزنا في كل المشاوير انا معي بناء على رغبته وانا حب ده انا بس لفت نظري دورك في القيصر في مشهد معين فاكر انه كان خمستاشر دقيقة بالضبط تقريبا يعني او اكتر شوية بيني وبين العزيز جدا 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 فالي زاكي فالي زاكي كان اكتشافي في انتيجون زمان في السبعينات لما عملتها في المصح القوي مع حمدي غيس وفردوس عب حميد ايه وما زالنا نحتفظ بتلك المواد ده وتلك الحميمية انا وهو وطبعه مثل هاي ايه خالد فكان عميل مزدوج بيجبوه بيجبوه من سيناء وبيجبوه من الصومال وبيجبوه مش عارف ايه فبيجبوه في الامن القومي والمخابرات المصرية وكان في المخابرات موسي المخابرات خالد احنا عايزين نعرف اللي في الكواليس احنا عارفين الدور احنا عايزين نعرف بال مزبوط مزبوط فانا الحقيقة كنت حابب الدور عميل مزدوج لكن كان لصالح مصر ايه فكان بيقول ما نحن فيه الان بيقول عن سيناء عن دخول التطرف الى مصر عن انه هو عاش مع الناس بتوع التطرف دول على امل انه هو يجي للمخابرات المصرية والخالد زكي ويقول لهم شوفوا لكم حل انا منش عارف التمويل ده بيجي منين والحكاية بتيجي منين خمستاشر دقيقة كانوا يعبرون عن الواقع المصري والمطالبة بضرورة ان تشاف له حل وازاي تشاف له حل ده لا السبب اللي خلتك اديه اكيد بطريقة مختلفة اكيد اكيد لان انا يعني انا معروف تواجهي سياسي يعني انا رجل من مؤسسي حزب التجمع في الفكر الاشتراكي من الخمسينات يعني مش من دلوقتي يعني والعمل الوطني بالنسبة لي وعلاقته بالعمل الفني والعمل السياسي شيء لا يتجزق على الاطلاق يعني فطبعا لما يجي دور زي ده بقى مستهويني جدا جدا يعني فيعني يعني اتعمل وكان اخراج احمد نادر جلال ايه وده يعني زاكى الشبل من زاكى الاسد يعني ايه رحمة الله على ابوه يعني احنا حابين بجد ان احنا نسترجع ياريت مشهدك في القيصر والله ياريت وتشوفوا معنا والسادة مشاهدين تشوفوا معنا اهلا بكم مشاهدينا مرة اخرى الدكتور سناء زي ما ذكرت في الاول ان حضرتك تحولت في ثواني من القب اللي بيتكلم بطريقة عفوية جدا لمدرس اول ما بدأت تتكلم عن الفن وعن التدريس وعن الاكاديمية هنا الشخصيتين دول موجودين وحاسين بيهم جواك هم لازم يبقوا موجودين على فكرة وبيساعدوا بعضوا احيانا المدرس والدراسة الزيادة عن اللزوم بتقول بالفنان مش بتخدموا او بتساعدوا لا ابدا اطلاق هو انا برضو في معدل عائلة الفنومة مصرحية وفي التدريس انا اب اب حقلك كمان اه يعني انا الطالب انا ما بختارش طالب على فكرة يعني بعد ما باخدوا قبول في امتحانات القبول ما بختاروش بعد كده خالص يعني بستمر الغاية لما الاول زمان كنت ادي ربعة مع اولة ربعة مع تانية ربعة مع تالتة كده يعني ممكن لوحد لسه يعني يقدر يدرس مادة اثنين والثلاثة مدام قبلته في القبول تقبله في بكالوريوس لكن اكيد مش كل الطلب عندك سواسيع اكيد ليك نظرتك واحنا عارفين ان طلع من تحت ايدك نجوم عظيم هل المفرقة النجوم دي خلاص ما بقيتش موجوده شوفي هقولي حضرتك على حاجة مفترض ان انا بخرج نجمة فقط لان الفن كله مش بالتخلف اللي احنا موجودين فيه من الجلبة للجلبة الكلام ده مش موجود نهائي في العالم كله إلا عندنا لما تعملي مسلسل لما تعملي هل اللفن دي اللي بشتغل من الجلدة للجلدة ده طب ما يشتغل لوحده تقدر ان كنت تستعمليه عشرين ساعة لوحده مفيش حد تاني جنبه لا يمكن لا يمكن يبقى اذا ده عمل جماعي يبقى انا بخرج واحد صناعته انه يفهم ازاي يقول جملة ازاي يعمل مشهد يعمل مشهد يعمل اتنين يعمل عشرة لانه لا غنى عن المشهد اللي هو بيعمله لكن مسألة ان ده من الجلدة للجلدة ده تخلف ايه اساسا لكن البطولات الجماعية هي اللي موجودة هي اللي تصنع فنا اللي احنا فيه ده كارسة يعني عارفة حضرتك ومع ذلك احنا بنقاوم ده يعني بنقاومه بشدة بنفهم الطالب اللي موجود يعني ايه انا في المعهد مش بخرج انا في المعهد مش بمثل للطالب في مشروعه عشان يقول ورايا ابدا يبقى نقفله الروح يبقى احنا مش مدرسين تدريس شيء والاخراج شيء والتمثيل شيء التاني احنا ما بنلقنوش علشان هو يقول ورانا ابدا اطلاقا هم كل الرعيل اللي موجود من تلمزيتي موجود اسألي واحد خد مني مثال او اكزامبل في ان تتقال الجملة هو لازم يفهمها يقولها بادواته وللأسف احنا بنلاقي مدرس تانية خالص لمبادئ عكس كده ويلقنوا الممثل الممثل ممثل نسخة منهم وانا بصرر ان فيه مساحة الابداع والحرية اللي في شخصية انا مرياج دعوة بالخطأ يعني فيه ناس ايه مرة كده شفت برنامج وانا قاعد لقيت احد الافاضل الذين انتمونا الى الفن يعني وبيكلم مع حد من زملائنا في انترفيو موجود وبيقولوا لازم اللي يدرس يبقى فنان جامد بقى مرت ايه مش فاهم ده تدريس ده ده صناعة اخرى ده مسألة اخرى ده وي اخر طب انا معروف ان انا ممثل كويس ده معناه ان انا بقى اطلع ممثل كويس عشان انا ممثل كويس ابدا اطلاقا انا ما بقولش جملة عشان حد يقولها ورايا يعني ايه يعني يقلدني يعني ايه دون فهم يعني ايه ابدا انا بافضل وراه الغاية لما يفهم كويس ويقدي هو زي ما هو عايز يعني ايه برا الاخراج ده مم ناخد عليه فلوس يعني اعترافه فهم حضرتك لكن انا بخرج الغاية باكالوريوس المعهد لالف نوم مصرحية بخرجه في مادة التمثيل فقط طيب انا عايزة ااخد بريك شوية من التمثيل والمصرح لاستاذة مجدى بقى تشاركينا شوية فكرة الصراحة فكرة الصراحة هنا بنتكلم على الوضوع شخصي جدا ولازم الصراحة فيه من الطرفين عايزة اتكلم على العلاقة الزوجية عايزة اتكلم على الفطور اللي بيحصل للعلاقة الزوجية وليه انا مش ملاحظة انه محصلش مع الحالة القدام دي انا شايفها حالة كأنه لسه اتنين متجاوزين قريب بس اسمحولي قبل ما نجاوب التقرير هنشوفه مع بعض ونرجع نسمع الاجتماعي الله الفطور في العلاقات بعد الجواز ده بيرجع لامور في المجتمع نفسه يعني أولا التوافق في فكرة ان الارتباط دلوقتي بقى عبارة ان هو شيء لازم انا ارتبط وخلاص طب لأ ما هو ده غلط لازم ان انا افكر قبل الارتباط بالإضافة المشاكل تحصل حاليا في المجتمع زي مشاكل اجتماعية والظروف المحيطة بالانسان يمكن السبب في الفطور بمعنى صح يمكن اختلاف وجهات النظر او سوق الفهم ما بين احدى الطرفين الى الطرف الاخر يمكن بيرجع على طبعا العوامل النفسية العوامل المحيطة العوامل اللي ممكن اقول حوالينا من كل اتجاه تظهر مثلا في الجواز ولد تظهر بين طبعا في حاجات تظهر بيبقى الحب بيبقى موجود بس برضو الحاجات التانية دي يعني بتاخد برضو جزء من الشئ دوت بس الحب بيبقى موجود والمشاعر بتبقى موجود بين الزوج والزوجة شغال بقى بالهموم الاقتصادية ووجود اطفال واعباء الحياة بتختلف فبينجا الانسان بقى ان هو علاقاته تبقى كلها يعني اهتمامات اقتصادية ومعاشية وطبعا الاهتمامات بقى اللي هي النواح الانسانية والعاطفية والرومانسية دي طبعا بتقل يعني ممكن يكون السبب الرئيسي اصلا اللي هو سوق الاختيار او عدم الاختيار الصح ده سبب الاسباب بقى بعد الجواز ان هم ممكن يكونوا غير مش متفاهمين اصلا اه ضغوط الاقتصادية كتير قوي التكنولوجيا الحديثة الست ماسك التاب وقعد على جنب وعمل تخش على النت والراجل ماسك التاب وقعد على جنب وعمل يخش على النت ويخش على المواقع ويخش على البتاع انا عايز اقول يعني الاجهزة الحديثة دي ضرتنا والله والله ضرتنا ليه؟ لان كل واحد في موال تاني عايزة كده اعرف اسرار يعني من الاخر ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان انا بلاقي علاقات بعد عدد سنوات معين تأول ما تقدم شوية او بعد سن معين للزوج والزوجة وبيقال احيانا بعد الاربعين وبيحصل حالة فتور وليه انا مش شايفة قدامي الحالة دي معاكم مثلا واخدكو كنا موسك افر لازم يكون فيه صداقة الصداقة طبعا يعني انا طول ما انا معاه وانا صديقة معاه احسن ان وانا زوجة معاه يعني صادقته ان انا ابقى معاه فيه حد مثلا دي يقول لي حاجة ما اتضيقش ما ازعلش ابقى حابة ان هو يعني بلاش اخلي حتة الصراحة دي يقللها ما يقولي على حاجة وانا ابقى رفضة وبيين له اللي انا رفضة ان هو ما يقوليش تاني لأ انا حابة ان هو يقول ومع ذلك برضو ان بيحصل ان انا يعني تنفعلي برضو وتنسي نفسك انفعل واعمل وكل حاجة بس في الاخر ان بنفضل برضو اصحاب وطالما انا حابة وهو حابب خلاص يعني احنا على طول مع بعض يعني النازلين طالما يجليين يعني الصداقة وان انت تحتوي جوزك علشان يحكي لك ويبصديكم والتعاود تعاود هنا بقى ان انت تبقي مرافقا في معظم الاماكن معاه حتى احنا ممكن نكون زعلانين مع بعض هو متعاود ان انا معاه البس وانا زعلانة حقيقي حتى وقتنا متخصمين وانزل وحنا ايه وتنزل اه تعاود صحيح صحيح لا لا هنا بي نعود لازم احنا لتنين اه انا متعاودة وحابة وهو متعاود وحابة انا اقولك على حاجة دعا انت يعني ايه يعني من النص التانيفة يعني يعني نقدرنا نتكلم مع بعض نتكلم برحيتها تماما طبعا طبعا يعني انا بحب انام في السرير بسلم جوه وهي اتنام بارا اي هي اتنام بارا يعني شوية شوية تعاودت على الحكاية دي لما اجي اروح للمكانها ده بل حضرتك ممكن ما اجي ليش انهم اي لان انا من نوع اللي بيتعاود وهي نفس الحكاية وبعدين تلاقي فلسفة للامر في ايه ان هي تبقى بره فتبقى ايه الولاد رحين جايين انا شايف الولاد بس هي ايه محتكة بيهم بشكل مباشر مثلا اي دي حاجة الحاجة التانية ان مش ممكن ابدا شوفي انا انا اولا جربت الجوازات كده بره مصري يعني يعني مش من مصرية يعني واخد بالك تلاقي مثلا الزوجة الالمانية مريحة لانها واحد زاد واحد عندها يساوي اتنين واخد بالحق ما ما فيش مشاكل خلص مشاكل المصرية هي اللي بتعمل حميمية لمستوى الحياتي في مصر اخر سؤال شخصي بقى بتحبوا تجتموا وتتفرجوا على ايه لما بتعودوا مع بعض في البيت بالولاد لوحدكم تحبوا تتفرجوا على اتشغالوا ايه بصي احنا عندنا مثلا ايه من 11 سنة عاملين حاجة اسمها الفاميلي دي احيانا ما بيتمش الفاميلي دي ده كل يوم جمع لازم نقعد على الارض كده يعني بيتنا كويس والله 24 قرات ونص لكن الاعاد على الجرائط في الارض نفرش نقعد ونتربع ونشوف ايه الحكاية ايه على الاقل غير كده قضة النوم عندي فيها مكان واسع يقضي الخامسة ولو مية موجودة تبقى ستة وانا وهي نبقى تمانية على الارض فبوقته بقى اللي موجود يجيأكل مع التاني في سجادة كده كده كبيرة في قط النوم عندي والتلفزيون موجودة واللي لي طلبات بقى في وقتها بيقول اه 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 انا عاوزين نتفرج على كذا حاطر عاوزين نتفرج على كذا حاطر حدا معينة بقى الشغل بتاعي انا محبش اشوفه يعني انا عارفة مشاهد رديق حتى النفسي يعني يعني ما بحبش اشوف سناء يعني ايه طب مين بتحب تشوفه بحب بحس انه انه فيه نقص موجود وعلى فكرة عايز اقولك على حاجة من اهم النقاط الغير جيدين بالنسبة لي وسلبيين بالنسبة لي في الشغل مجد علشان دايما متوقع الاحسن وانت متوقع من نفسك الاجول والاحسن يعني بشاوري بقدك كتير اشتامش بتحب تشوف اه يعني بشاوري بقدك كتير اه يا مجدا لا ما ينفعش مش عارف ايه انت تقبل مني اجي في ادنه اقوله بالشغل تجي في ادنه تقولي ما بلاش انت 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 بشاور ليه كده كتير يعني ساعاتها يعني ما انا كل الناس بتقولي ان انا حلو انا ما بشوفش مونطر يمكن هي بتقولك اللي محدش يقدر يقوله اللي محدش يقدر يقوله واللي حد مثلا ممكن يختيش هقوله ففي مكرومة احلى من كده في الوقت طعب انا اخترلكو بقى مقتطف يعني مشهد تشوفوه ولا انتو هتختارولنا مشهد وابيض وسود ولا حاجة حديثة ولا انا عايزاك انتو تختارولنا حاجة نشوفه مع بعض والله ابيض وسود دي واكا برخي ابيض وسود والله واكا برخي خلاص نشوف حاجة ابيض وسود مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة